اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن تحقيق الأهداف يأتي عبر توحيد الجهود لتسريع وطيرة الإنجاز وفق أعلى مستويات الجودة بما يسهم في الوصول للنتائج المنشودة التي تنعكس آثارها على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتبعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل مملكة البحرين تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي العديد من المؤشرات الإيجابية بدأت تتحقق على أرض الواقع في مختلف القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي بما يحقق النتائج المرجوة في تعزيز مسارات التنمية المختلفة وينعكس على تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطنين هذا ما أكد عليه معالي الشيخ سلمان بن خليفة أهل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث أشار إلى أن النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية المنتهية في الثلاثين من يونيو ٢٠٢٢ جاءت لتؤكد قدرة مملكة البحرين على مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من منجزات مالية واقتصادية ووفقا للنتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو ٢٠٢٢ فإن إجمالية الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت ١٦٩٨ مليون دينار بحريني بزيادة تصل إلى ٥٢٠٪ مقارنة بالنتائج نصف السنوية للسنة المالية السابقة ٢٠٢١ ويعود ذلك إلى الالتزام ببرنامج التوازن المالي وإلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ما أدى بالتالي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة ٥٠٪ بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة ٥٧٪ مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية ٢٠٢١ نتيجة تخصن نمو النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة ما حقق وفرا بلغ ٣٣ مليون دينار الذي سهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام التي من ضمنها سندات بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي بما يعادل ٥٦٥ مليون دينار بحريني تم تسجدها حتى شهر يوليو الماضي ترجمة نانسي قنقر